أحد الإخوة الأكارم جزاه الله خيرا نبهني الآن إلى هذا الخبر وأقرأ لكم نصه دعت قناة وصال الممولة من قبل السعودية من أسمتهم بعناصر الجيش الحر ووصفتهم بأحفاد بني أمية في الشام إلى هدم مقام السيدة زينب بنت الإمام علي عليهم السلام الواقع في ريف العاصمة دمشق وجاء في نص دعوة هذه القناة يا أحفاد الأمويين يا أتباع معاوية ويزيد يا عناصر الجيش الحر عليكم باستهداف معبد السيدة زينب وهدم معبد السيدة رقية في دمشق وهدم كل قبر من هذه القبور إخواني إنها الحرب على مقدسات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ولم تبدأ هذه الحرب في عصرنا هذا وإنما بدأت منذ انقلاب يوم سقيفة بني ساعدة هذا اليوم هو فصل من فصول هذه الحرب الشريسة ولا يخفى عليكم أننا على الأقل في مشاعرنا لا نتحمل أن نفجع للمرة الثالثة فجعنا في المرة الأولى في التفجير الذي طال مرقد إمامين العسكريين عليهم السلام ثم فجعنا ثانية بالتفجير الثاني الذي طال المرقدين الشريفين ولا نريد أن نفجع ثالثة على أننا يمكن أن نعدها فاجعة رابعة لا سمح الله لأن الفاجعة الأولى هي فاجعتنا في هدم مقامات أئمتنا عليهم السلام ومقدسات النبي الأعظم وأهل البيت عليهم السلام في المدينة فما هو الحل لا أريد أن أكرر قولي الذي كنت أقوله منذ أكثر من عام حينما اشتعلت هذه الثورة السورية كنا منذ ذلك الحين وكما تعلمون ننقض مواقف الأطراف الشيعية ونقول إن هذا لن يكون في صالح التشيع وفي صالح الشيعة أن يصطف ممثلو الجانب الشيعي مع النظام لا فقط لأن الموازين الشرعية لا تسمح لنا بمثل هذا الاستفاف مع الظالم وإنما حتى من الجانب السياسي النظام ورقة خاسرة لا بد أن يعرف هذا كان بعض الإخوة يلوموننا على هذا الموقف ويقولون إن هذا النظام سيصمد والوضع في سوريا يختلف عن الوضع في البلاد الأخرى وإلى ما هنالك وإذا تتذكرون منذ بداية اشتعال الوضع في سوريا وكنت جالسا في ذلك الركن قلت لكم إنه نتيجة سيسقط هذا النظام ولكن سيطول أمر سقوطه أكثر لأن الوضع السياسي يسمح له بالبقاء أكثر والسقوط آت لا محالة آت لا محالة ولكن قد يكون بمخرج ما الآن تصرح روسيا أو بعض السفراء الروسيين يقولون إن بشار الأسد يبحث عن مخرج للأزمة مخرج حضاري كما سموه على نحو ما جرى في اليمن مثلا أنه هو يستقيل ويعني يتم انتقال السلطة بحيثية ما يعني فعلى أي تحال لا نريد الآن أن نجلد أنفسنا ونجي ونتكلم نقول يا جماعة ليش ما سمعت الكلام من الأول ولماذا اصطففتم مع النظام وساهمتم في تأجيج الساحة وصورتمونا أمام كل فرد سوري على أننا أعداؤه جعلتموهم يتهيجون ضدنا أكثر وفسحتم المجال لأولئك الإرهابيين والتكفيريين ومن أشبه لأن يركبوا هذه الموجة ويشحنوا أبناء الشعب السوري أكثر ضد الشيعة الفرد السوري إذا يستشعر أنه الشيعة أعداؤه لأنهم واقفون مع النظام فإنه من السهل جدا من السهل جدا أن يأتي أحد يستغل هذه المشاعر الملتهبة عنده لأن يقول له كل الشيعة إذا المجرمون فاذهب واقتل كل شيء أنتم بموقفكم الخاطئ هذا وحديثي مع أولئك الذين يدعون تمثيل الأمة الشيعية أنتم بموقفكم الخاطئ هذا تسببتم حقيقة في سفك دماء الشيعة أهل البيت عليهم والسلام ودفعتم كثيرا من السوريين إلى كره الشيعة وإلى النقمة عليهم ما هو الحل الآن السوريون كثير منهم لا يعرفون أنه من قال بأن من يحق لهم الحديث حقا بإسم التشيع والشيعة لا يصطفون مع النظام وفي نفس الوقت لا يصطفون مع الجماعات المسلحة إحنا لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء نحن عندنا مبادئ من مبادئنا أننا لا نقف في وجه أي مظلوم يريد أن يقتص من ظالمه هذا من حيث المبدأ فأنتو شعب مظلوم كان عليكم نظام متجبر متصلط لكم الحق من حيث المبدأ في أن تثوروا على هذا النظام تسقطوا هذا النظام وتختاروا الحكم الذي تريدونه هذا من حيث المبدأ الآن تحاولون أن تجرفوا مسار ثورتكم هذه إلى حرب لإبادة الشيعة داخل سوريا أو لهدم مقامات أئمة أهل البيت عليهم والسلام فلا أنتم هنا تتجاوزون وأنتم في الواقع هاهنا تشنون حربا ستكونون أنتم من تخسرونها يجب أن يفهم هذا لماذا؟ لأن الذي يدافع عن رسوله عن الرسول الأعظم وعن الأئمة الطاهرين عليهم السلام عن أهل البيت هو الله تبارك وتعالى ولن تفلح أمة تتعدى بذرة على الرسول الأعظم أو أهل البيت الطاهرين عليهم السلام لا تتصوروا أنكم بالمساس بهذه المقدسات هذه نصيحة أقولها لأبناء الشعب السوري لا تتصوروا أنكم بمساسكم بشيء من مقدسات أهل البيت عليهم السلام الله عز وجل يمكن أن يبارك لكم ما تريدونه إذا كنتم تتضلعون إلى الحرية إلى العدالة فعليكم على الأقل أن تحفظوا وديعة نبيكم هذه زينب بنت رسول الله بنت أمير المؤمنين بنت الزهراء صلوات الله عليهم ما شأنكم وإياها يعني شنو سوت لكم زينب عليها السلام حتى تتوجهون ضد مرقدها الشريف تريدون تفجيره شنو سوت لكم هذه نصيحة نقولها لأولئك أما النصيحة الداخلية نحن معه أن تقف الأطراف الشيعية وقفا محترما على الأقل يظهرون أنفسهم على الحياد ويبرؤون من جرائم الطرفين من جرائم الطرفين نزه نفسك لا تصطف مع النظام ولا تصطف مع الجماعات المسلحة وعمل بمبادئك هذا التصحيح مطلوب هذا الثاني الشيء الثالث فيما يتعلق على الأرض الآن ما يجري الآن على الأرض مقام السيدة عليه الصلاة والسلام في خطر أنا عندي اتصال مع بعض الأخوة الأكارم الذين هم حلقة ربط بيني وبين من يرابط هناك في منطقة السيدة زينب عليه الصلاة والسلام هنا لابد أن أحيي الأخوة السوريين الشيعة والمتشيعين الذين هرعوا من إدلب ومن حلب ومن الفوعة من هذه المناطق التي سموها لي وذهبوا إلى منطقة السيدة زينب عليه الصلاة والسلام وهم الآن يدافعون عن هذه المنطقة جزاهم الله خير الجزاء جزاهم الله خير الجزاء نعم ما تصنعون أيها الإخوة ولما كنت أقول لكم إنه المتشيع يجي مننا شغل أكثر من الشيعي هذا أحد مصاديقة جزاهم الله خيرا على يتحال أقول هؤلاء مع تقديرنا لما يفعلون مع بسالتهم هذه لكنهم يعني لا يكفون لصد الاعتداءات والهجمات يعني لا يكفي لا يكفي هذا العدد ولا هذا القدر خصوصا أن الطرف الآخر يزداد تسليحا يزداد إرهابا يزداد وحشية أموال وأسلحة تضخ إليه الآن سيطروا على معابر حدودية يتمكنون أن يعني يدخلوا ما يشاءون من الأسلحة المتوسطة والثقيلة فهؤلاء المساكين شنو عندهم شوية بنادق شوية كذا ما يصد شيء الحل أين الحل أين أنا أقول بكل صدق إذا لم يتدخل هذا التنظيم المسمى حزب الله بصراحة إذا هو لم يتدخل وينزل للميدان ويبعث بكتيبة عسكرية من النوع التمام تدافع عن مقام السيدة زينب عليه الصلاة والسلام فلا حل آخر يعني لا أمانة لمقام السيدة صلوات الله عليها لازم هذا الحزب يتدخل ليش؟ لأنه هذا الحزب الوحيد الذي يملك قوة عسكرية كبيرة ومدربة وخبرة وعنده ترسانة من الأسلحة يعني تستطيع أن تقهر دول فكيف أن تقهر يعني مثل هذه الجماعات المسلحة وهو القادر على أن يشق طريقه في الأراضي السورية ويصل إلى مقام السيدة وهو أيضا على تواؤم مع النظام فله الضوء الأخضر ما عندنا جهة أخرى تعلمون نحن ما بيننا وبين حزب الله من البون الشاسع وعلاقاتنا مع زعيم هذا الحزب علاقات مثل ما يقولون المصرين زي الزفت ما الشكل؟ وهو يهاجمنا ويبهتنا ويرمينا ويكذب علينا والله حسيبه يوم القيامة المهم نحن لابد هنا أن ندوس على جراحنا ونناشده نناشده أنا أناشد حسن نصر الله مباشرة أنه يا أخي اترك كل ما بيننا الآن من خلافات من مشاكل روح دافع عن مقام السيدة زينب صلوات الله عليه روح انسى كل شيء ما يريدهم شيء آخر من عندك تريد أن تسبنا تريد أن ترمينا بما تشاء ارمي مو مشكلة بس الآن ضرف حرج لازم نتناسى كل شيء لأنه إذا وصلت الأمور إلى هذه المواصيل الآن كياننا في خطر كياننا نحن كأمة شيعية وكمقدسات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في خطر الرجاء من كل من يستطيع أن يضغط على هذا الرجل وعلى حزبه التحرك يا جماعة اتحركوا دافعوا عن مقدساتنا إذا هذا ما تدافعون عننا ليش يسمين أنفسكم شيعة بعد أساساً يعني هذه مفروض قضية محد يختلف عليها وهذه أولى الأولويات هذه أولى الأولويات لا نريد أن نفجع من جديد لا نريد أن نفجع كافي هذا نداء نقوله عسى ولعل أن نسمع استجابة إن شاء الله تعالى وأنه يصير تحرك يصير تحرك عاجل والأمل بالله